تعاون الوحد الوقتي لزميلنا فاروق صلاح مراسل قناة الاهلي من فندو الاقامة ونتعرف منه على اخر اجواء الفريق قبل اذهاب الى ملعب المباراة كل التحية للكابتن ايمان شوقي وكل التحية لكل مشاهدين ومشاهدين ومتابعين شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان من هنا من الاسكندرية وجولة جديدة من جولات الدوري المصري مباراة الاسبوع التسع والعشرين المباراة اللي بتجمع ما بين النادي الاهلي ونادي الاسماعيلي على استاد الاسكندرية خلينا اقول لك كابتن ايمان مظاهرة حب هنا موجودة في فندق اقامة فريق النادي الاهلي من جانب جماهير النادي الاهلي اللي بتكتف حول الفندق الاقامة الجميع بينادي بيوجه رسائل اللعب النادي الاهلي جميع اجمع على رسالة واحدة الدوري اهلي الدوري اهلي ده يعني المظاهرة الحب اللي ده ما معتدين عليها هنا في الاسكندرية من جانب جماهير النادي الاهلي اللي يعني بتملأ محيط الفندق الاقامة باعداد غفيرة لو نتكلم على كواليس اليوم النهاردة يعني منذ لحظات كانت انتهت المحاضرة الفنية الميستر بيتسو موسيماني طبعا المحاضرة الفنية يعني بينبع على اللعبين وبيركز مع اللعبين على آخر التعليمات ومن خلالها بيعلم التشكيل الأخوب بهذا اللقاء طبعا ميستر بيتسو موسيماني أكد على اللعبين على أهمية هذه المباراة وعدم النظر للنتائج الفريق أو المنافس نادي الزمالك التركيز فقط في مباريات للنادي العليم وقال للعبين أنا يريد ترفعوا الضغوط عن نفسكم ركزوا في الملعب فقط ركزوا في الست مباراة اللي بدأ من المباراة الإسماعيلي أنا بسق فيكم بسق في أي 11 لعب في الملعب أيضا الدور اللي بيقوم به الكابتن السيد عبد الحفيز والإعداد النفسي للعبين والكابتن سامي أمصان هايزا أقول لك النهاردة حالة التركيز اللي عند اللعبين اللعيب النهاردة حماش شديد عند لعبت النادي العلي إن شاء الله أي 11 لعبه يكون موجود داخل أرض الملعب إن شاء الله هيكون قادر على تحقيق الانتصار أيضا من النقاط المهمة اللي اتكلم فيها بيتسو مستر بيتسو مسماني والكابتن سيد عبدالحفيز مع اللعبين عدم الالتفات لأي أمور تدار أو تقال في وسائل الألامة والسوشيال ميديا عن الصفقات أو الانتقالات اللي احنا رسه في مرحلة مهمة جدا مرحلة الحس مطلوب من كل اللعبين التركيز في هذه المرحلة طبعا خلال اللحظات يكون تحرك الفريق إلى الملعب المباراة اللي هيستضيف استاد الأسكندرية اللي بيبعد عن مقر قامة فريق النادي الألي يعني من 15 إلى 20 نادية ناردا مستر بيتسو مسماني يعني اجتماعات مستمرة ما بينه وما بين أفراد الجهاز الفني مع كيفين جونسون وأيضا محلل الأداء يوشا وموسي طبعا كل النقاط كل نقطة كبيرة وصغيرة وقف على نقاط رقوة والضعف في نادي الإسماعيل ادى تعليماته للعبين من الجدير بالذكر أيضا كابتن عيماني نادي الإسماعيل اللي بيقيم في نفس الفندو اللي بيقيم فيه النادي الألي إن شاء الله كل التوفيق لفري النادي الألي في هذا اللقاء ويضيف لرصيده ثلاث نقاط مهمة جدا إن شاء الله في مشوار الحفاظ على درع الدوري من جديد تعود الكلمة للكابتن أيمن شاوي شكرا جزيلا زميل العزيز فاروق صلاح واتمننا منه على أحوال النادي الأهلي أبن براه وزي ما قال فعلا اللعيبة كلها مركزة ومسر مسماني قال لهم ركزوا في الملعب ما تركزوش مع الخصم وخلينا احنا في ماتشاتنا نكسب ماتشاتنا إن شاء الله ناخد الدوري